النقطة دي تحديداً يعني أنا سايبها للدكتور توفيق بس أنا هستاذن حضرتك نروح للدكتور فايز فراحات مش هتكلم على تايوان في الجولة الثانية من النقاش عشان أعرف حضرت جاهز بتايوان دلوقتي لا أنا هتكلم على المناورات العسكرية بين الصين وروسيا وهي المناورة الأكبر من عام 2018 دلالة التوقيت وإيه الجديد في هذه المناورة وكمان مسألة إن دولة دخلة في صدام عسكري أو بتقوم بعملية عسكرية وفي نفس الوقت بتقوم بمناورة عسكرية كبرى زي دي يعني أعتقد طبعاً هذه المناورات تحمل دلالات كثيرة ورسائل واضحة أيضاً فيما تعلق بالتوقيت يعني لها أبعاد مختلفة ومعاني مختلفة في ظل المرحلة الحالية وهي الحرب الروسية الأوكرانية هي رد واضح على سؤال هل الصين وروسيا يتعاملان باعتباره ما جبها واحدة أو جزء من معسكر في مواجهة معسكر آخر وهو الأمريكي الأوروبي هل يعني خلاص كده الإجابة نعم نومة معسكر راحت طبعاً وده امتداد أو تجسيد لبيان 4 فبراير الماضي اللي بيتكلم عن شراكة استراتيجية بلا حدود أو بلا يعني سقف والاتفاقات اللي دخلت حيز النفذ يوم الحرب نفسها نعود مرة أخرى إلى بداية الحرب الروسية الأوكرانية عندما كان هناك انتقاد للصين أو محاولة إجبار الصين أو دفعها إلى نقد أو رفض أو يعني إدانة العملية الروسية داخل أوكرانيا الموقف الصيني كان واضح وشديد الصلابة ولم يتغير حتى الآن وبالتالي هذه المنورات هي تأكيد يعني إجابة واضحة أن الصين وروسيا سيتعملان باعتبارهما يعني كيان أو مش عاوز أقول حلف أو يعني جبهة واحدة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو حلف الناتو لم يعد كيان أوروبي فقط أو لم يعد يتعامل مع التهديدات الأوروبية فقط ولكن أيضا دخل في سجال مع الصين سجال مبكر مستغلين الدكتور أشرف سينجر مش معنا في الحالة سجال مبكر مع الصين حوالين يعني من المسؤول عن عدم الاستقرار في النظام العالمي من يمثل التهديد الرئيسي الصين كان موقفها واضح ربه السياق اللي قاله السادة دلوقتي في حدثهم سواء الأستاذ عزة أو الأستاذ سعيد أو الدكتورة نرهان وأنها حرب ممتدة حتى لو اختلفت فروق التوقيت وفق كل استراتيجية أو كل معسكر دي معناها كارثة في ملف الطاقة عالميا وملف الغذاء عالميا لكن الواضح أن جميع الأطراف تهيأت أو تأقلمت مع هذا السيناريو يعني حارج تقدر دلوقتي نضع خطوط واضحة على فكرة اقتصاد الحرب اللي كان مسيطر على أوروبا في الشهور الستة اللي فاتوا صحيح لكن يظل فيه نقطة لابد من الالتفات إليها هو أنه ارتفاع تكاليف الحرب ادخال متغير الشعوب أو المجتمعات في الاعتبار قد وضغط الوقت أيضا يعني إذا افترضنا مرور ستة شهور بدون حسم وعملية استنزاف لجميع الأطراف طبعا وأقصد روسيا والقوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية موقف الصين أو حالة الصين حالة مختلفة لحد ما هل عامل الواضحة أو الضغط إذا تسمحنا رجب المقاطعة يعني الصين واضح أنه رفض فكرة أن حد يفرد عليها توقيت المعركة بالضبط وسيظل الموقف الصيني محسوب بهذا الاعتبار هو تجنب أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أي قوى غربية إلى أطول مدى ممكن وهذا يفسر موقف الصين لماذا أخذت مسافة محسوبة بدقة عن روسيا أيضا تدير أزمة طيوان ومش هكلم عن طيوان بإشارة يعني تدير أزمة طيوان أيضا باعتبار أنها جزء من عملية طويلة المدى